تغرق أفغانستان في المجاعة حيث تعرض نظام إنتاج الحبوب المحلي لضربة قاسية بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الأسمد الكيموية في جميع أنحاء العالم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ما يزيد عن عشرين مليون أفغاني أي نصف سكان البلاد يعانون الجوع لكن أيدي المزارعين المحليين مقيدة بسبب نقص الأسمد والتقصي القاسي وقلة الأمطار هذا إلى جانب اهتراء مرافق الزراعة يعيش المزارعون بؤساً زادت من حدته ارتفاع أسعار المياه والأسمد ارتفاع تكلفة الزراعة يجبر الآن العديد من المزارعين الأفغان على التخلي عن وسائل رزقهم والانتقال إلى المدن للعمل تاركين خلفهم حقولهم غير المزروعة يدعو الخبير الحكومة الأفغانية المؤقتة والمنظمات الدولية إلى وضع خطة مشروع محددة وتقديم المساعدات الإنسانية للناس وحماية الأمن الغذائي من خلال تحسين أسلوب الحراسة وبناء أنظمة الري ليست أفغانستان وحدها من ترزح تحت وطأة المجاعة حذرت الأمم المتحدة من أن العالم قد يواجه مجاعات تستمر لسنوات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر